موسيقى نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها دراسة التعلق الشديد بالهاتف الذكي يؤثر سلبا على العمل إذا كنت لا تستطيع الابتعاد عن هاتفك الذكي فسيتأثر عملك في النهاية بحسب دراسة ألمانية وجدت أن هناك صلة بين التراجع في الانتاجية والإدمان على استخدام الهاتف الذكي ومن صحيفة الشرق الأوسط اخترنا لكم مشاهدين مقهن بريطاني يوفر لك النوم والأكل في السرير في شرق لندن يوجد مقهن فريد من نوعه محوره النوم ويدعى بوب أب كافي يوفر هذا المقهن للزبائن أسرة للنوم مع الإفطار في السرير وبعد النوم يأتي الطعام للزبون في السرير أيضا اخترنا لكم أيضا من صحيفة النهار جيميل يضيف تحويل أرقام الهواتف والعناوين إلى الروابط تعمل جوجل على إضافة ميزة جديدة في بريدها الإلكتروني جيميل على أجهزة أندرويد وآي او اس ومستخدمي الويب تتمثل بتحويل النص إلى روابط تشعبية تفاعلية عندما يكتشفون أرقام الهواتف والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني في رسائل البريد الإلكترونية ومن صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم يو اس اي تو دي تطلق مشروعا لرؤية الجدار الحدودي مع المكسيك عبر الواقع الافتراضي جاء في تفاصيل الخبر أطلقت صحيفة يو اس اي تو دي برنامجا للواقع الافتراضي العام الماضي للسير على خطى ما فعلته نيويورك تايمز و اي بي سي نيوز ومؤخرا كشفت الصحيفة الأمريكية عن تجربة جديدة لرؤية الجدار الحدودي الذي وعدت حملة تراب ببنائه مع حدود المكسيك لاستكشاف تداعيته المحتملة وختاما مشاهدين من صحيفة الويام السعودية أبل أزالت ميزة يفضيلها 76% من مستخدميها في ايفون اكس يأتي هاتف ايفون اكس او تين الجديد هذا الخريف من دون ميزة اعتاد عليها كافة مستخدمي ابل وهي الغاء ابل لمفتاحهم وبالتالي اعلان وفاة ميزة الوصول او ريتش بلتي التي تتيح للمستخدم التعامل مع شاشة الهاتف بيد واحدة بسهولة عبر الضغط مرتين على حساس البصمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة